المعسكر نجح بكل المقاييز هذا اللي أكد عليه كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي وقال حقيقة أنه المعسكر حقق كل الأهداف اللي كانت حطتها أو حطتها الجهاز الفني لنادي الأهلي من المعسكر وختمها كان مبارح طبعا بفوز مردي يعني مش أقول فوز كبير فوز مردي جدا على بطل السوفينيا بنتيجة 3-1 في ظل الغيار طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين لكن كل اللي موجودين بما فيهم الصفقات الجديدة ظهرت بشكل كويس جدا مشاركة أمام عشور مشاركة ريدا سليم العائدون من الإعارات زي صلاح محسن هدف لزعلوك وعلى فكرة زعلوك مبشر جدا وعايز أتكلم عليه شوية النهاردة لأنه واضح جدا أنه خامة كويسة ونتمنى يكون لي دور وفيه دور كبير جدا للجماهير في دعم المواهب زي كريمة دبيس زي معتز محمد زي زعلوك وإن شاء الله بإذن الله يكونوا أضافة لسكواد النادي الأهلي زي ما قلتلكم من دقايق كانت البعثة خلاص في مطار فيينا استعدادا لرحلة العودة للقاهرة إن شاء الله يوصلوا بسلامة الله النهاردة والحقيقة إنه المعسكر كان على يعني أفضل وجه ممكن ويمكن في الإطار ده الحقيقة كل الشكر والتحية والتقدير لتقم العمل بالكامل في سفارة مصر في النمسا مجهودات كبيرة جدا النهاردة كابتن خطيب كان حريص على زيارة مقر سفارة مصر في النمسا ووجه الشكر لمعالي السفير المصري محمد الملة على المجهودات الكبيرة جدا اللي قامت بها سفارتنا في النمسا كل تقم الحقيقة العامة اللي فيها كانوا معنيين جدا بتوفير كل ما يحتاجه النادي الأهلي بداية من ترتيب الزيارة من بدايتها خالص وصولا طبعا لنهاية الرحلة النهاردة دي لقطات من داخل مطار فيينا الدولي اللي استقبل يمكن لعبة النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي من دقيق طبعا زي محضراتكم شايفينهم كريم فؤاد خلاص كريم أطمينكم كريم وأكرم الاتنين الحقيقة أخدوا مشوار طويل مع بعض والحمد لله طمين عليهم سواء من دكتور كريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي عمل لهم الجراحة أو من خلال تشاكب وما استغلوا وجودهم في النمسا مع بعث النادي الأهلي وعملوا زيارة تاني للطبيب اللي عمل لهم العملية اللي أكد على جهزيتهم التمى للمشاركة في خلال ثلاث أسابيع يقدروا يخشوا مرة تانية في السكواد تاني الأهلي في المسلم الجديد تالي يعني من الوضع أنه كريم وأكرم ممكن يكونوا شوية بعاد عن مباراة اتحاد العاصمة دي حاجة قرارها ميستر كولر ودكتور تامر أبو العنين أفشة طبعا واحد من النجوم اللي تقلقوا في المعسكر ياسر بعد العودة من الجراحة البسيطة اللي أجراها في قدمه وشارك مع الفريق صلاح محسن صلاح ليه تصريحات بيتكلم فيها عن أنه عنده رغبة كبيرة جدا في إثبات نفسه الموسم ده مع النادي الأهلي صلاح بالتأكيد ما فيش شك ما حدش يختلف على إمكانياته أنا بشوف أنه صلاح تظلم شوية بحتة الرقم اللي هز مصر كلها وقت ما تعقد مع النادي الأهلي في أول مرة تلع عارتين مرة لسموحة مرة لسيراميكا والاتنين أثبت فيهم جدارة والاتنين كانوا سبب في عودته لكن الرهان على عودته مع كولر ريدا سليم وكريستو اثنين من الأوراق تبني عليهم مستقبل كبير مع النادي الأهلي سكوات يطمن ويريح أنت بتتكلم على غيابة 12 من عناصر الأساسية ورغم كده الأهلي قدم عرض مردي عبدالقادر في نسخته الجديدة نتمنى إن شاء الله بإذنها بشوف عبدالقادر أكتر لاعب في مصر يقدر يمتعك كورة مفيش كواليتي عبدالقادر يعني كل جيل ممكن تلاقي لاعب اثنين تلاتة بالكتير عندهم الكواليتي ده واسيبك من المكسب والخسارة واسيبك من الألقاب والبطولات أنا بكلمك على اللعيب اللي يمتع عينيك كورة اللعيب اللي يشبعك تتفرج عليه وهو بيلعب في الملعب تحس إنك إنت خدت جرعة كورة بساطتك متعتك قول زي ما أنت عايز تقول فنتمنى إن شاء الله الزميل العزيز طبعا إهاب الخطيب اللي كان مرافق للبعثة نتمنى له الرجوع بالسلامة إن شاء الله يرجع بسلامة الله كهرباء نجم النادي الأهلي ومهاجم النادي الأهلي الحقيقة طبعا يعني هنتحرم من وجوده في أول ست مطشاط لكن في النهاية إن شاء الله بإذن الله برضو واحد من أهم الأوراق دايما عندها القدرة على إنها تكون من أهم من مفاتيح اللعب ودايما عندها القدرة إنها تصنع الفارق خلد عبد الفتاح كله نجوم النادي الأهلي الحقيقة سكوهات السندي تقدر تقول وإنت متطمن إنه أقوى سكوهات للأهلي من سنين طويلة بالتالي النهاردة نتكلم طبعا عن أوراق كاس العالم إن الحمد لله الحمد لله ما خزلت ناش يناس تكلم على صعوبة اتحاد جدة ومصعوبة اتحاد جدة يا جماعة اللي راح يلعب كاس العالم ما بيهموش أي حد وأنا بالنسبالي آه صحيح لسه بطل كوبة لي بيرتادوريس ما تحددتش هنتكلم في القرعة النهاردة لكن أنا يعني بشوف اللي ممكن ما نتكلمش فيه الفريق الوحيد اللي ما ينفعش نتكلم معاه هو منشست الستي بس فقط لغير أما الباقي كله قريب والباقي كله بإذن الله يكون في الإمكان هندي موضوع كاس العالم حق ووقته وهنشوف مع حضراتكم جدول المباريات عندي ترجمة نانسي قنقر